السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء التاني بعد عشر السنين من طرح الجزء الاول اخيرا نزل. الفيلم ملخص القصة الفيلم اللي يتكلم عن كولومبوس اه والفريق اللي كان معايا ووتشيتا كلهم بيحاولوا لسه بينتقلوا يعيشوا في حتة هما الاربعان مع بعض وبيحاولوا يواجهوا خطر الزومبي بعد ما الزومبي فيه تطورات الزومبي بتحصل لهم وبتخليهم اشرص من الاول. دي دي حاجة التانية. فيه مشكل بتحصل ما بينهم وما بين بعض كعيلة بتخليهم كل واحد فين يروح في حتة. فازاي هيواجهوا الخطر ده وازاي حد الشيء يموت. والزومبي اللي زي ما قلت اتطور واشرص من الاول واصعب في الموت من الاول. فازاي هيواجهوا الخطر ده وازاي بيحافظوا على حالات بعض وهم شيء وبينهم وبين بعض مشاكل او خلافات. كده شريعا اعتبر ملخص الفيلم وخاصة القصة بتاعت الجزء التاني. الفيلم زي وزي الجزء اول ما فيش فيه اشياء العميق او الشيء الصعب اول في احداثه مجرد زي فيلم زي اي فيلم فيه زومبي بس اللي بختلف فينه هو زومبي يعني رعب بس في كوميديا جنبي ده مش موجود في اي فيلم تاني بس هنا في كوميديا وبتضحك بس ممكن الكوميديا هنا اقل شوية من الجزء الاول بس مش وحش برضو نكتشوف اللي بعض التاني مع بعض بالنسبة لي ده شيء كويس بالنسبة لي انا بحب تفرق عليهم مع بعض زي الجزء الاول ده شيء كويس بس جال انها علاقة بتتطور بس يمكن في الحلوة اللي في الجزء ده انه هو ما حدث الجزء التاني دي ما واضحش مثلا حلوة الجزء الاول او ضيعاته خالص او خلته يعني يا لتكم عملت الجزء التاني فيه كم شيء فيه شوية ملل في الفيلم بس برضو في الاخر القصة مش وحشة انا زي ما قلت انا حبيت الفيلم برضو زي ما قلت برضو كم ان هو مضيعش حلوة الجزء الاول وخلاه ياريتكم عملت الجزء ده بس ياريت ما يبقاش في جزء تاني بتا كده خالص اخري الفيلم عشان ما تبوزوش ما تبوزوش بقى حلوة الجزء الاول والجزء الترميب ده ملخص الفيلم كده ورأي فيه السلافي شوية عيوب في الفيلم بقى اه انا بكلم في الفيلم ده قليل ان هو الفيلم مستويل فاي حاجة تانية هحرى اكتر من كده بس في شيء مع بابنيش او حسنت انه هما نسيو او ما اخدش ولا ما انا اقول الفيلم اصلا بعد عشر سنين من الجزء الاول يعني اه من سنة الفين وتسعة تمام فسنة الفين وتسعة المفوض المرة ده انتشا ففي الفيلم ده شفت بقى كم حاوة استخدموها فيها تكنولوجيا المفروض ما تكونش اتعملت لانها ما كان العالم انتهى من سنة الفين وتسعة فما فيش حد تطور او اختلع الحاجات المتطورة اللي ظهرت في الجزء ده فده شيء اه انا مش هزا حد اكتر من كده بس هما استخدمو حاجات مفروض بس دلوقتي في ايامنا احنا هي منوجودة بس هما الفين وتسعة عطابة لعالم اتدمر وما فيش اي حد بناء او اختلع اي حاجات ده فازاي الحاجات دي جات وما فيش حد بيختلع وبيبني والعالم منتهي ده شيء معادش او ما اختلت بلهم منه ولا ايه بس ده شيء ما عجبليش انكم اختلت بلكم انه انتو بتعملوا مساهد الدم ومساهد الحاجات دي الكويس ومساهد السزنب الكويسة بس ازاي ما تختلت بلكم الحاجة زي دي مش عارف يعني لكن ده عيب مسلا من عيب الفيلم وشوية ملل في النص كده وشخصيات ظهرت وحنش يعني ليها لازمة بس الفيلم مش هويحش برض مش بنوع الفيلم انا بقيمي لتقييمي لي لفيلم بيعتمد ان هو لما خلص الفيلم موقع الفيلم ده اشوفو تاني ولا لا? هو الفيلم خلصت وما صدقتلا ان خلص يبقى انا خلصت كده الفيلم ده انتاع كتورتي متخلص تقييمي وواحش بالنسبة لي اما الفقر اللي خلصت ممكن ان اشوفو مرة او مرة اتنين وثلاثة يبقى ده الفيلم مش خوىحش الفيلم يعطبا مش كويس اوىomos اللي هو الفيلم العشرة من عشرة بس برضو فيلم مش بوحس وقوم فيه في قزة مرة. فده فيلم ما كنشو فيها في قزة مرة في الفيلم مش بوحس بالنسبة لي. تمثيل الممثلين مفيش فيه اي شيء محتاج تقيمه. لأن الفيلم مش محتاج التمثيل اللي هو الفضيع يعني. ده تمثيل عادي جدا انا فش فيه مشاهد توسكل لا اي ممثل فيهم عادي كن اه اتالي اه الممثل ده مصفار على الواحده بتاعهم. فممكن فيه مشاهد ايه طبعا سواء بيحول المشهد رعب إلى مشهد كوميدي فالموثل ده بنسبة لي كان أحسن أحد في الفيلم ده وغزء أول وغزء التين هو أحسن أحد في الفيلم مرحباً، مرحباً، أنا كولمبوس ماديسون، هذا تلاحسي مرحباً، هاي بول بلارد، هل هذا أبيك؟ زي ما قولت الفيلم مش طويل فمش عايز أحد أحبات كتير فيه تقييم الفيلم ستة ونصف من عشر، ستة ونصف من عشر يعني شو عنان الفيلم وحش بس بس الفيلم من يتحدش أكتر من كده لأنه هو القصة مجيش فيها شيء خطير أو أو زي يقوله قلب للموازين في القصة لا، القصة عادية وزي ما قلت هو فيلم خفيف، فيلم روعب وكده بس هو فيلم خفيف، تخش تفرج عليه كده وهتغير جوه على مدايق، مثلا هتخش تفرج على الفيلم فقاشتها هتبقى خارج مش مدايق او هتغير جوه يعني، او هتغير الموت بتاعها في الفيلم الحدي والفيلم بعد ما يتحدش ما تخرجش على طول بالسلمة لأنه في مشهد كده في الآخر وفي مشهد بعد الأسماع خالص فشوفت المشاهدين دول ما تقومش على طول بعد ما الفيلم يخلص بعد ما اقلص لما رجع اقول سبحانك الله بحمدك اشتغلنا لا اليه الا انت استغفرك وقتول اليك لما رجع عقبتك ويالي تعملش ترقض فعال زراب قرز والسلام عليكم الحمد لله وبركاته